الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على مزيد فضله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءتنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنه ولعلنا أن نقرأ شيئا من حديث هذا الكتاب فليتفضل القارب بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد بعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بركا لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما قوله هنا البيعان فيها يطلاق هذا اللفظ على البائع والمشتري من باب التغليب أو أن المشتري لما كان يقدم الثمن كان بمثابة البائع له وقوله بالخيار أن يحق له أن يفسخ العقد وقوله ما لم يتفرقا فيه إثبات خيار المجلس والمراد أن كل واحد من المتبايعين البائع والمشتري يجوز له أن يلغي عقد البيع ما داما في المجلس لم يتفرقا بعد وبهذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وفي مذهب أبي حنيفة ومالك أن المراد بالحديث التفرق بالأقوال يعني أن لهم الخيار ما لم يتم لفظ عقد البيع فإذا تم العقد فإنه لا خيار لأحدهما إلا بإذن الآخر وقال بأن هذا الحديث يفسر بالتفرق بالأقوال بناء على أن الشريعة قد وردت بإتمام العقد بمجرد وقوعه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبعضهم قال هذا خبر واحد يخالف ظاهر القرآن وقد ورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر إذا عقد عقدا فارق المجلس من أجل أن يتم العقد فالراوي فسر ما رواه بالتفرق بالأبدان ثم إن ظاهر لفظ التفرق ينطلق على تفرق الأبدان ولذا فلعل قولي لإمامين الشافعي وأحمد أردح في هذه المسالة وفي الحديث الترغيب في الصدق بإظهار عيوب السلعة وصفاتها على حقيقتها وعدم التدليس فيها وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا قد يجعل بعض التصرفات سبب من أسباب البركة بزيادة النماء والخير وفي هذا إثبات البركة في السلع والتعاملات وفي هذا الحديث من الفوائد أن تحريم الكذب وكتمان العيوب في البيع والشراء وبيانوا أن ذلك من أسباب زوال البركة وفي هذا الحديث قال فعسى أن يربح ربحا يعني في الظاهر قد يزيد خمسة وعشرة ولكن هذه الزيادة تعود على صاحبها بالمحق وزوال البركة وحلول المصائب مما يحتاج معه إلى نفقات أكثر فيكون هذا من أسباب الخسارة في البيوع وفي هذا دلال على أن هناك أسبابا خفية يضعها الله عز وجل في التعاملات تكون سببا للخير والبركة قد لا ينتبه لها الإنسان كما أن في الحديث أن بعض ما يعتقد أنه من أسباب التجارة والنماء يكون حقيقة أمره على خلاف ذلك نعم حسن الله إليكم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم قوله كنا نرزق أي نعطى من بيت المال لنؤدي بعض المهام والأعمال قوله تمر الجمع يعني خلط التمر كما في التفسير بوجود أنواع متعددة فيما يُعطونه بحيث يُخلط بين كم من الأنواع وقد كان في المدينة عدد من أنواع التمور منها تمر العجوة وتمر البرني وتمر الصفاوي وغير ذلك من الأنواع التي كانت في المدينة فالناس يُفضلون الصاف في أنواع التمر بحيث لا يُخلط بين الأنواع ولكن عند تساقط التمر خصوصا في وجود في وقت موسم التمر يأخذون هذه التمرات المتساقطة فيضمون بعضها إلى بعض ما يختلاف أنواعها وفي الحديث تحريم رباء الفضل والمراد برباء الفضل بيع سلعة ربوية بجنسها متفاضلة وقول سلعة ربوية أي سلعة وجدت فيها علة الرباء وعلى للرباء ثلاث الأولى الطعم مع الكيل والثانية الطعم مع الوزني والثالثة الثمنية فأي سلعة وجدت فيها إحدى هذه الصفات الثلاث فإنها تكون من السلع الربوية التي يجري فيها الرباء ومن أمثلة ذلك في المكيل المطعوم التمور البر الشعير هذه سلعة مطعومة وفي نفس الوقت تباع بكيلها أي بمعرفة حجمها وهكذا إذا كانت السلعة موزونة مطعومة أي تعرف بثقلها مثل اللبن واللحم فهذه مطعومات موزونة فيجري فيها الرباء والثالث الثمنيات من مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية فهذه توجد فيها صفة الثمانية فتكون من السلع الربوية وقولهم بيع سلعة الربوية بجنسها أن يصدق عليها اسم واحد يجمعها اسم واحد ولو اختلف النوع فعندما يبيع صاع تمر عجوة بصاعين تمر برني يكون هذا من الرباء لماذا؟ لأن التمر سلعة ربوية فهو مكيل مطعوم وحقيقة رب الفضل بيع سلعة ربوية بجنسها متفاضلا والتمر مع التمر جنس واحد ولذا قال لا صاعين بصاع لأنه عند بيع التمر بالتمر لابد من التساوي في الكيل وعند بيع الفضة بالفضة لابد من التساوي في الوزن ولذا قال ولا درهمين يعني لا يدوز بيع درهمين بدرهم قد يكون هناك دراهم فيها شيء من التكسير فيقومون ببيع الدرهمين بدرهم والدرهم يكون من الفضة ومن ثم عند بيع الربوي بالربوي الذي يكون من جنسه فلابد من التساوي ومن ما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ريبا إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة ريبا إلا مثلا بمثل والبر بالبر ريبا إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير ريبا إلا مثلا بمثل والتمر بالتمر ريبا إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذا ما يتعلق بأحد أنواع الربا وهو ريبا الفضل نعم نبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكن أبا شعيب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لغلام الله قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامسة خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فصنع له طعيما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خامسة خمسة فدعاهم فتبعهم أو جاء معهم رجل لم يدعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إنك قد دعوتنا خامسة خمسة وإن هذا رجل قد تبعنا أتأذن له فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له في هذا الحديث من الفوائد إطلاق الكنا على الأشخاص كما أطلق على هذا الرجل من الأنصار كنية بشعيب وفي هذا الحديث اجتماع صاحب العلم بأصحابه لتعليم العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الحديث ذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أطلق عليه وسلم وفي هذا الحديث من أصحابه وفي هذا الحديث وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلته ومكانته عند ربه يعرف الجوع في وجهه فهذا دليل على ما مسه من شدة الجوع لمدد متطاولة وفي الحديث من الفوائد جواز امتهان مهنة تقطيع اللحم وذبح الحيوانات فإن مهنة القصاب واللحام جائزة ولا حرج فيها وفي الحديث من الفوائد تكليف الإنسان لمن يعمل لديه بصنع الطعام لإخوانه كما فعل أبو شعيب رضي الله عنه مع غلامه وفي الحديث من الفوائد تقدير الطعام بمقدار من سيأتي للإنسان من العدد بحيث لا يزيد في الطعام إسرافا وفي الحديث من الفوائد تقدير الطعام بحسب عدد من سيأكل منه وفي هذا الترغيب في صنع الطعام لمن يحتاج إليه وأن ذلك من أفضل القربات خصوصا في أوقات الحاجة والجوع والمصغبة وفي الحديث من الفوائد دعوة الإنسان لأخوانه من أجل أن يطعموا الطعام كما دعى أبو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إخبار الإنسان عن صفات غيره متى ترتب على ذلك مقصود ومصلحة ولذا لما أخبر أبو شعيب وأولامه فقال له قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع لم يكن في هذا شيء من المؤاخذة وفي هذا الحديث يواز تصغير الطعام تصغير اسم الطعام فيقال طعيم وأنه لا حرج في ذلك ولا يعد من امتهان نعمة الله جل وعلا وفي الحديث تخصيص الدعوة بعدد معين بحيث يكون على وفق هؤلاء المدعوين ما يتعلق بترتيب الوليمة وفي الحديث من الفوائد أنه إذا دعي عدد معين لوليمة فلا يتجاوز ذلك العدد في من يستجيب لهذه الوليمة وفي الحديث أن من لم يدع إلى الوليمة فلا حق له في حضوها إلا أن يأذن صاحبها وفي الحديث من الفوائد أن الاستئذان قد يكون حال الدعوة وقد يكون حال الحضور كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعد حضوره وفي الحديث من الفوائد أنه متى علم أن صاحب الدعوة يفرح بقدوم الناس إليه ويأذن في ذلك فلا حرج من أن يكون المدعو قد استحب معه من يرافقه إلى الوليمة وفي الحديث من الفوائد أنه لا يصح لإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يستأذن والإذن قد يكون لفظياً وقد يكون عرفياً وفي الحديث من الفوائد استئذان الإنسان لغيره في الدخول كما دين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وفي الحديث أن من طلب منه الرجوع بعد استئذانه فإن الواجب عليه أن يرجع ولا يجوز له أن يدخل للوليمة متى طلب منه أن يرجع وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا استأذن لغيره شرع له أن يقوم بإخباره بأحكام ذلك الإذن وأنه يترتب على الإذن الدخول لمن أذن له ويترتب على عدم الإذن رجوع من لم يؤذن له قال رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي رضي الله عنه اشترى عبداً حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولعن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين قول عون بن أبي جحيفة طايت أبي وأبوه أبو جحيفة رضي الله عنه من الصحابة اشترى عبداً يعني مملوكاً حجاماً أي يقوم بسحب الدم من الرأس ونحوه قال فأمر بمحاجمه يعني آلات الحجامة فكسرت لأنه لا يريده أن يشتغل بالحجامة بعد ذلك يريده أن يعمل غير عمل الحجامة وكأنه استهجن عمل الحجامة ولم يرى جواز أخذ الأجرة عليها وجماهير أهل العلم على جواز عمل الحجامة وعلى جواز أن يأخذ الحجام أجرته لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وبالتالي نفهم أن ما ورد في الحديث أن كسب الحجام خبيث يعني أنه محتقر مستقذر ولا يعني هذا تحريمه عوعدم جوازه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نهى يعني الطلب ترك الفعل بالجزم والأصل في النهي أن يكون مقتضيا للتحريم لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله عن ثمن الكلب فيه النهي عن بيع الكلاب وأن ذلك غير جائز فأما الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها فهذا محل اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز بيعها وإنما وقع الاختلاف في الكلاب التي يجوز اقتناؤها ككلب الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيعها وأن من استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها وذهب الإمام مالك إلى جواز البيع في هذه الحال لورود الاستثناء من بيع الكلاب في هذه الصور بأدلة متعددة يقوي بعضها بعضا وقوله هنا وثمن الدم يحتمل أن يراد به بيع الدم مفردا فقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فالدم نجس وبالتالي لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه ولا يحل ثمنه وكأن أباد حيف فسر هذا اللفظ ثمن الدم بعمل الحجام وهناك فرق بينهما فالحجام لا يأخذ عوضا عن دم يدفعه وبن ثم لا يصدق عليه هذا اللفظ ولا يدخل في هذا ما يتبرع به الإنسان من الدم من أجل إنقاذ حياة غيره فهذا من الضرورات على أن هذا الحديث إنما نهى عن بيع الدم وعن أخذ ثمنه وقوله وكسب البغي المراد بالبغي صاحبة الزنا وكسبها ما تأخذه من مال مقابل بذل فرجها بالزنا فهذا الفعل محرم وألا فعل المحرمة لا يجوز أخذ العوض عنها ولا يجوز دفع أجرة عليها فالعمل المحرم لا يجوز أن يأخذ عوض له فإنه لما حرم الفعل حرمت الأجرة عليه قال ولعن الواشمة والموشومة فالواشمة من تقوم بوضع كتابة أو صور على بدنها بإدخال مادة بين الجلد واللحم تبقى وقد ورد في الحديث أن هذا من كبائر الذنوب سواء كان هذا للفاعلة أو المفعول بها واللعن يقتضي أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب وقوله وآكل الربا يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الربا والربا في اللغة الزيادة فالزيادة المخصوصة التي تترتب في التعاملات المالية تعد ربا وبالتالي فإن آكلها مقدم على كبيرة من كبائر الذنوب لأن من مقتضى لعن النبي صلى الله عليه وسلم لآكل الربا أن ذلك من كبائر الذنوب كما لعن هنا موكله وهو الذي يقوم بدفع الربا من أمثلة ذلك أن يأخذ إنسان قرضا على أن يرده بزيادة في سلعة الربوية فهذا ربا لماذا؟ لأنه بيع ربوي أو مبادلة ربوي بجنسه وأحدهما متفاضل قال ولعن المصورين فيه تحريم التصوير والتصوير إيجاد صورة من صور ذواتي الأرواح نعم أثابكم الله قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة في هذا الحديث النهي عن تعاطي الحلف في البيوع وجعله مستندا في إثبات الإنسان لصحة قوله وحينئذ يعرض الإنسان سلعته والمشتري بالخيار بين الشراء وعدمه وأما الاحتياج للحلف سواء حلفا بسلامتها من العيوب أو حلفا بمقدار ما أخذه واشترى السلعة به فهذا ليس من الأمور التي تتناسب مع ما رغب فيه الشرع من ترك الأيمان وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم وفي الحديث أن العبرة في التعاملات ليست بالصورة الظاهرة فإن الحلف مع أنه نفق السلعة وأجراها ووجد من يشتريها إلا أن ذلك كان سببا من أسباب زوال البركة ومن ثم يكون سببا لأن نقص حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن أبي أوفار رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية في الحديث إقامة الأسواق لتكون محلا للتجارات كما كان الحال في المدينة وفي الحديث وضع السلع في الأسواق أمام أعين الراغبين في الشراء ليختاروا من السلع ما يتناسب معهم وفي الحديث تسويق الإنسان لسلعته في الطرائق المباحة وفي الحديث أنهي عن ابتذال اليمين بكونها على طريقة مخالفة للواقع فالحلف على الكذب أمر محرم من كبائر الذنوب وفي الحديث وجوب الصدق في عرض السلع في البيع وأن ذلك من أسباب البركة وفي الحديث حفظ الإنسان ليمينه وعدم ابتذالها وفي الحديث أن العبرة ليست بالأمر الظاهر وإنما البركة بإرادة الإنسان الخير للآخرين وفي الحديث تحريم بذل اليمين الكاذبة وفي الحديث ولو كان يترتب على ذلك زيادة شيء من ثمن السلعة أو ما يحصله الإنسان من بيعها بارك الله فيك وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أصلح الله الحال وبارك الله في المال وجعل الله العاقبة الحسن في المآل كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يزيدهم خيرا ونماء وفضلا كما نسأله جل وعلا أن يجعل المسلمين متمسكين بدينهم متقربين إلى الله بأنواع الطاعات كما نسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق والسداد وصلاح الحال واستقامة الأمور ونسأله جل وعلا لإخواننا في فلسطين نصرة قريبة سدا لجوعتهم وإيواء لهم في مساكنهم وشفاء لمرضاهم وجرحاهم بفضله وإحسانه هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما 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 اشتركوا في القناة